اهلا بحضراتكم في تغطية جديدة هنا من داخل صالة تحرير اليوم السابع وتغطية تفاعلية زي ما تعودنا مع حضراتكم مع بطولة الامم الافريقية بنحاول نكون صوت تنقله من خلالكم او تنقله من خلاله توقعاتكم وارأكم ورؤيتكم للمنتخب الوطني وايضا رسائلكم لللاعبين من خلال هذا البث المباشر يعني بنطلب من حضراتكم وبعد طولنا رسائلكم وتعليقاتكم هنحاول نقراها او حتى بعد انتهاء البث المباشر هتكون هذه التعليقات موجودة بقالنا اكتر من يوم كل الناس بتتساءل مين اللي هيعود غياب غياب امام عشور اللي تقلق بشكل كبير جدا خلال المباراة الماضية ويعني سبت اقدامه في المنتخب الوطني وكان حديث الجميع سواء المتابعين او حتى الفرق الاوروبية اللي اسمعنا عروض كتير هتجيله الناس كلها كانت بتتكلم عن امام عشور وعن تقلقه والحقيقة كلنا حسينا ان احنا حسين باطمئنان كبير من خلال وجود امام عشور ولكن امام عشور وعلى غير المتوقع وبضربة قدر هيغيب عن المباراة المقبلة خلاص بشكل اكيد مباراة المنتظرة ان شاء الله غدا يعني هتكون مباراة همه جدا لمنتخبنا الوطني امام الكونغوب بأمم افريقيا طيب ايه اللي هيحصل؟ روي فيتوريا المدرب او المدير الفني للمنتخب الوطني استقر على الاستعانة بالثلاثية ملوان عطية وحمدي فتحي ومحمد النني دول اللي هيكونوا التلاتة وطبعا محمد النني هيكون هو بديل امام عشور في المباراة وكنا اسمعنا كلام كتير وقراء كتير جدا اتكلمت عن الموضوع ده التلزيجية يلعب في نص الملعب ونتلزيجية تقلق المباراة اللي فاتت ويبقى قدامه مرموش وقدام نعتمد على السنائي مصطفى محمد وزيزو ولكن يعني مش دال اللي حصل كان فيه كلام تاني ان زيزو يرجع في خط النص ويبقى قدام عندك مصطفى فتحي اللي تقلق برضو لما نزل بديلا لمحمد صلاح ويكون موجود مرموش او تلزيجية في الناحية الشمال ومعاهم مصطفى محمد اللي يعني خلاص حجز مكانه بشكل لافت ولكن واضح ان فيتوريا عايز يأمن خط الملعب بلعيبة خط ملعب اساسيين الناس دي مراكزها مش عايز يلعب بشكل كبير جدا وطبعا احنا كلنا عارفين ان هو عنده قناعة كبيرة بمحمد النني اللي بدأ بيه البطولة من الاساس ثم تم تغييره لان طبعا انكم عارفين انني لعيب كبير ولعيب دولي ونجم في نادي ارسنال انجليزي وهو واحد من اكبر الاندية طبعا في اوروبا وفي احد من اكبر الاندية في العالم مش ماتجين نتكلم عنه ولكن عانى من الاصابة وعانى من بعدد اصابة طبعا ما كانش متواجد بشكل اساسي فمستوية كانت واضح ان هو منخفض ومش جاهز للمشاركة في البطولة طيب ايه اللي هيحصل هل انني استعاد جزء كبير من المستوية بالمباراة ونص اللي شارك فيهم او بالمباراة اللي شارك فيها وحفا المباراة ونص اللي شارك فيهم وخلال التدريبات مع المنتخب الفني طبعا ده ربما يكون حصل بشكل كبير وانني لعيد دولي كبير وبالتأكيد قادر على ان هو يكون متواجد بشكل كبير زي ما قلت لكم المنتخب الوطني هيفتقد خدمات امام عشور اللي تعرض لاصابة بارتجاج في المخ على هامش مشاركته في مران الفرعان بعد اتضام رأساه بالارض ليتأكد غيابه عن اللقاء المرتقب امام الكنغ المنتخب الوطن هيقابل الكنغو الديمقراطية في العشرة مساء غدا الاحد في مدينة سان بيدرو الإفورية وتحديدا في تمام الساعة العشرة مساء منتخب مصر تقابل مع منتخب الكنغو الديمقراطية في اتناشر مباراة سابقة منها تمانية مباريات رسمية واربع مباريات ودية الفرعانة فازه في تمام مباريات وخسره مباراة وحيدة وحسم التعادل ثلاث مباريات طبعا بكرة مش هيكون فيه تعادل يعني بكرة يا مكسب يا هزيم فالناس دول احنا قابلناهم اتناشر مرة ما تغلبناش منهم غير مرة نتمنى يعني ايه ما نحققش المستحيل يعني دي نسبة طبعا دقيلة جدا الكنغو عاملة مستويات جيدة في خلال مشاركتها في هذه البطولة وطبعا زي لحدكم عارفين يعني واحدة من الفرق اللي اتأهلت والبطولة دي ما فيهاش مقاييس وما فيهاش يعني ايه اي توقعات انت كل حاجة هتكون متاحة يعني كل الاماني وكل التوقعات ممكنة لكل الفرق فالنسب متساوية اه اخر الموجهات اللي جامعت مصر مع الكنغو كانت في دور المجموعات في بطولة كأس الامم الافريقية الفين وتسعتاشر على استاذ القاهرة فاز المنتخب المصري اتنين سفر احرزهما احمد المحمدي ومحمد صلاح وطبعا احمد المحمدي طبعا مش موجود مع المنتخب واكيد محمد صلاح اه حيكون مش متواجد بسبب الاصابة وطبعا عودته لانجلترا اه علشان تلقي العلاق زي ما اقول لكم ابعتلنا تعليقاتكم وعراقكم اه في هذا الشكل اللي استقر عليه روي فيتوريا قولونا كبيرا اراءكم في بعض المراكز اللي عليها جدل يعني مثلا اه زيزو ولا مصطفى فتح والحقيقة الاتنين تقلقوا بشكل كبير في الجبهة اليمين فما عندناش مشاكل فاحنا هنا بنقارن بين الافضل والافضل يعني مش ده مركز عندنا فيه اراء كتيرة بسبب اه كثرة اللاعبين المتعلقين في هذا المركز الناحية اليمين فاحنا هنبقى بين زيزو وبين مصطفى فتحي والاتنين الحقيقة هقدموا اداء جيد جدا طيب الناحية الشمال عندنا تريزيجية ولا مرموش برضو دي هتكون محل جدل كبير جدا مرموش لو تفتكروا المباراة قبل الماضيع كان هو نجم اللقاء الاول برغم ان طبعا تريزيجية عمل برضو فارق كبير بتواجده المباراة اللي فاتت لا تريزيجية كان رجل المباراة الاول وتقلق بشكل كبير جدا مع طبعا امام عصوري اللي غايب عن اللقاء ومصطفى محمد يعني وبقيت النجوم اللي كانوا متعلقين في الماضي اللي فاتوا الحقيقة عملوا اعداء رجولي ومحدش بخل باي حاجة فبرضو الناحية الشمال هيبقى عندنا فيها كلام كتير لون فتوريا بالشكل ده زي ما بقول لكم هو الراجل حاطت كل واحد في مركزه وهيحتفظ بالتعغيرات يعني هيبقى عندك خط النص خلاص زي ما قلنا مروان عطية حمدي فتحي محمد النيني قدام هتبقى عندك مصطفى محمد اساسي مش هيبقى فيه كلام الشمال بين مرموش وتريزيجيه قلونا رأيكم ايه في هذه المنطقة واليمين عندك بين زيزو وبين مصطفى فتح وهيبقى عندك واحد او الاتنين التانين تغييرات غالبا هنشوفهم حسب سر المباراة الماضي اللي فات طبعا شوفنا كمان كهربا فبوارد كهربا طبعا يبقى ليه دور الحمد لله احنا الناحية الهجومية عندنا يعني ايه الحمد لله فيها اداء جيد والناحية الشمال برضو هي اللي عندنا فيها كلام فتح هيبقى موجود مش موجود برضو قلونا رأيكم مين اللي شارك كاساسي في الجبهة اليسرح هي برضو وهي زي ما كنا اتكلمنا محطتكم في لايب قبل كده الجبهة اليسرح نستقبلنا منها اربع اهداف من اصل ست اهداف دخلوا فيه يعني دي برضو ناحية فيها مشاكل كتير وناحية فيها محتاجة شغل كتير على اه المنظومة الدفاعية في هذه الناحية كلها مش بس نتكلم على الباك الشمال لا احنا نتكلم على الناحية الشمال دي كلها اه كباكتج كده على بعضها لا محتاجين فيها شغل وتم اختراق المنتخب منها اه بشكل كبير جدا فقلونا رأيكم ان فيه اه كلام كتير جدا فيه ما يتعلق بالتشكيل خلينا اقول لكم برضو لحد ما اه يعني قبل ما ناسد بعد التعليقات ان اه منتخب مصر قدامه مسيرة طويلة حتى النهائي خلينا نقول لكم التوقعات المفروض هنلاعب مين ومش هنلاعب مين في حال يعني فزنا على الكنغو الديمقراطية يعني احنا اول ماتش زي ما احنا لكم عارفين خلاص الاحد بكرة 28 يناير قدام الكنغو الديمقراطية طيب ربنا ان شاء الله وفقنا وباذن الله نقدر نتغلب على الكنغو الديمقراطية هتكون مصر هتقابل الفائز من مباراة غنية الاستوائية وغنية يعني احنا كده كده هنقابل غنية غنية الاستوائية او غنية وده هيبقى يوم الجمعة 2 فبراير لو ان شاء الله كتب لنا النجاح والعبور من هذه المباراة هنقابل واحدة من الفرق اللي هيكسب من السنغال وكوديفورد هيلاعب اللي هيكسب من مالي وبوركينا فاسو اللي هيكسب من دول احنا هنلاعب فاحنا هنبعى قدام اما السنغال اما كوديفورد اما مالي اما بوركينا فاسو ومعظم الناس طبعا بالاداء اللي حصل في دور المجموعات متوقع ان احنا لو احنا كسبنا هنقابل السنغال في قبل النهاء ولكن زي ما انتم عارفين هذه البطولة وهذه المباريات لا تعترف باي شيء ما تعرفش ما تقدرش تحدد اي حاجة احنا شوفنا العجب من بداية هذه البطولة فده هيبقى يعني طريقنا طبعا بعد كده هتروح بقى الاحتمالات هتوصع اكتر في حالة ان انت وصلت سواء هتلعب بقى مركز تالت ورابع او هتلعب مركز اول وتاني هيبقى في احتمالات مختلفة طيب خليونا لايكو التعليقات زي ما قلنا لحضراتكم محمد بيقول يا عم حرام عليك ان اني تاني اا زهقنا من تواجد اني وده يعني مرضو انا شايف ان الموضوع ده صعب تبقى هذه اللهجة اا شوية لان اني لعيد كبير ان اني شايل منتخب مصر في مواقف كتير وان اني اا جزء جزء حلو فيه الحقيقة ان هو ما بيسمعش للهجوم وقادر طول الوقت ان هو يتعامل مع الهجوم ودايما كان ينتقد بشكل كبير ثم نلاقيه هو اللي شال المنتخب ان اني اا في الوقت اللي لعبه في هذه البطولة ما كانش موفق بالتأكيد بما لا يدع مجالا للشكل هو نفسه لو سألته هيقولك ان انا ما كنتش في احسن مستوياتي ولكن هو راجل اللاجع من اصابة طويلة ثم من اا عدم تواجد بشكل اساسي مع فريق وفده مؤثر عليها ودايما يا جماعة عشان تكون فاهمين اللاعب المصريين دايما عكس التوقعات يعني دايما اللاعب اللي بتقوم التوقع ان هو هينزل يتقلق ويكسر لك الدنيا ما بيكونش هو رقم واحد ولما بتبقى الاضواء غايبة لما بيبقى في ضغط معين بينزل يكسر الدنيا فبرضو ان شاء الله رجالتنا كلهم هيكونوا على قد المستوى آآ ريمون نبيل بيقول كان هو يفضل يبقى موجود مروان وحمدي ومهند آآ لاشين فبيترد عليه بيقول له لاشين افضل من النهي دي برضو وجهة نظر وكان فيه كلام كتير على هذا الامر فدي التعليقات الموجودة لحد الوقت هنشوف بكرة المباراة احنا بالتأكيد كل اللاعب اللي هتنزل هتقدم كل ما لديها زي ما بيقول لكم دايما احنا خارج التوقعات المصري دايما معودنا ان هو عكس الطيار احنا البطولة اللي فاتت لعدنا كل المطشات نهائيات وغلبنا كل الناس الكاميرون في الكاميرون وغلبنا آآ المغرب وعملنا كل حاجة في الكون وفي النهاية راحت على ضرب الجزاء يعني الحمد لله ولكن آآ ما كناش متوقعين ان اللاعباتنا هتقدم هذا الاداء في البطولة اللي فاتت وكسروا الدنيا آآ الحمد لله فان شاء الله آآ البطولة دي برضو آآ الناس تبع على قدر المسئولية وتقدم آآ كل ما لديها دي الاخبار آآ اللي موجودة عندنا حتى الآن تابعونا طبعا هنكون معاكم آآ يعني على مدار السعة لتغطية كل ما يخص البطولة الافريقية آآ اخبار كتير جدا والناس كلها آآ مهتمة بشكل كبير يمكن خلونا آآ بس اقول لكم احدث خبرين جنة لحد الوقتي مروان عطية هو اللي هيحضر مؤتمر مباراة الكونغو مع فيتوريا بسبب نازلت برد المرموش وربنا يسطر ونازلت البرد تخلص يعني احنا مش نقصير يعني عايز اقول لكم ان مرموش مش هو اللي هيكون موجود في المؤتمر الفني النهاردة مع فيتوريا بسبب نازلت برد فربنا يسطر وتعدي على آآ خير دي واحد الخبر التاني خلينا نقول لكم آآ ترتيبها الده في البطولة كده آآ آآ يعني آآ حتى الآن عندنا ايميلو انسوي خمس اهداف من غانيا الاستوائية عندنا مصطفى محمد تلاف اهداف ابن بغداد بنجاح تلات اهداف من الجزائر وآآ بيرتراند تراوري هدفان من بوركينا فاسو وجوب آآ آآ مابولولو هدفان من غانا وجيلسون هدفان من انجولا يمكن ده ترتيب الهدفين لحد دلوقتي آآ آآ سامير عبدالسلام بيقول لنا ياسر ابراهيم لازم في الدفاع طب آآ آآ لازم مكان مين يعني برضو قلنا آآ آآ رأيك آآ يعني شايف ويلعب آآ آآ مكان مين كان فيه طبعا ناس كتير برضو بتتكلم على فكرة ان حجازي مش جاهز انا الحقيقة بشوف ان حجازي عنده خبرات آآ آآ دولية كبيرة جدا تقدر تساعده انه هو يكون آآ آآ متواجد حتى لو مش جاهز مية في المية ولكنه عنده من الخبرات آآ الكبيرة اللي تخليه آآ 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 آ� محمد عبد المنعم بشكل كبير ويقدر يؤدي في هذا المركز فقلونا برضو قراءكم واهم حاجة جماعة ان احنا نكون وراء الحداشر اللعيب اللي موجودين في الملعب وراء الفريق الاحتياطي وراء منتخبنا خلاص ده مفيش في كلام كل الدعم وكل الثقة في اللعيب اللي هتكون موجودة بكرة الحداشر اسم اللي هيلعبه والبودلة بالاحتياطي بالجهاز الفني ده منتخبنا الوطني اللي احنا هنقف وراءه وان شاء الله بالتوفيق لي دي كانت تحتية جديدة هنا من داخل طال التحليل اليوم السابع كان معاكم فيها حسن مجدي باشكر حضراتكم على المتابعة وخليكم دايما معانا على تلفزيون اليوم السابع شكرا لي